أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي هو ذكره ومتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس الثاني من مجالس تفسير سورة الرحمن يقول الله عز وجل فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان هذا وصف للسماء في يوم القيامة عندما يأذن الله عز وجل بذهاب هذه الأكوان واجتماع الخلق لفصل القضاء ونزول الرب سبحانه وتعالى لهذه المهمة العظيمة وجاء ربك والملك صفا صفا في ذلك اليوم تشقق السماء وتفتح وفتحت السماء فكانت أبوابا وفي قراءة وفتحت السماء فكانت أبوابا أي شققت قال الله واصفا إياه هنا فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان يصف لونها كيف تكون؟ قال مثل الوردة الوردة المعروفة أو مثل الفرس الوردة الفرس الوردة نوع من أنواع الفرس يتغير لونه بتغير فصول السنة فيكون مرة أصفر ومرة أحمر ومرة أخضر أي ومرة أغبر فالسماء تتلون وهذا التغير يأتي من جهتين مثل تغير الوردة وتغير الدهان فالدهان يعطي أيضا ألوانا مختلفة وذلك من شدة إذابتها فهي تعطي ألوانا مختلفة فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان أي مثل الدهن الذي يتغير لونه مرة يكون أخضر ومرة يميل إلى الصفرة ومرة يميل إلى الحمرة قال الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ أي في ذلك اليوم الذي تتشقق فيه السماء لا يسأل عن ذنبه إنس ولجان لماذا لا يسأل عن ذنبه إنس ولجان لأنهم يردون إلى الديان الذي يعلم كل شيء فلا أحد يسأل عن ذنبه ولأن لكل واحد منهم سيمة يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام وأهل الإيمان يعرفون بالتحجيل كما تعرف أمة محمد صلى الله عليه وسلم من آثار الوضوء لهم بياض يرى في وجوههم وفي أيديهم وأرجلهم من آثار الوضوء نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم وأن يحشرنا في زمرتهم قال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان أي في ذلك اليوم لا يسأل إنسي ولا جني عن ذنبه لأن الله عالم بكل أولئك فإن قلت ورد في القرآن ما يدل على سؤال الناس عن ذنوبهم فما هو الجواب قلنا هذا يدل على أن القيامة مراحل كثيرة جدا ففي مرة يسألون وفي مرة يجحدون وفي مرة لا يسألون كما إذا سألهم الله عز وجل أنكروا قالوا والله ربنا ما كنا مشركين فعند ذلك يختم الله على أفواههم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وإنما يريد الله عز وجل بسؤالهم وسؤال استنطاق جوارحهم أن تكون الشهادة تامة عليه قال الله عز وجل هذه جهنم أو فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم لهم سيمة سواد الوجوه وزرقة العيون فيأخذ بالنواصي والأقدام أي يأخذون بنواصيهم وأقدامهم فيكبون أو يكبكبون في نار جهنم فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قيل إنه تجمع نواصيهم إلى أقدامهم يعني كأن الإنسان يلف لفا إما من الخلف أو من الأمام نسأل الله العافية والسلامة وكلاهما شرقا فيرمون ويكذفون قذفا في نار جهنم فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون انظروا يا إخواني ما يقال لهم أرأيتم تلك إنها جهنم لا ذوقوها بالفعل مباشرة التي كنتم تكذبون بها وتستعجلونها وتقولون لنبيكم الذي بعث فيكم أين هي جهنم أعطنا النار التي تعذنا بها يقال لكم هذه جهنم التي كنتم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون والمجرمون لم يذكروا في القرآن إلا ويراد بهم الكفار لم يذكروا في موطن ويراد بهم غير الكفار قال يطوفون بينها وبين حميم آن أي ينقلون مرة إلى الحميم الآن أي الحار الذي انتهى أو بلغ الغاية في حره أو بين النار وبين الحميم مرة هنا ومرة هنا وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمه ليشهد وجوه فهم إن خرجوا من هذه أو تركوا هذه جاءتهم تلك وهكذا هم بين عذاب وآخر يلون لهم تلوينا قال الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان بأي نعم الله عليكما تكذبان أيها الثقلات قال الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان هذا من مثال القرآن أن يذكر الترهيب ثم يذكر الترهيب وأن يذكر الوعيد ثم يذكر الوعد وأن يذكر العقوبة لمن خالف ثم يذكر الجزاء الحسن لمن اتقى واستقام وأطاع قال ولمن خاف مقام ربه أي من خاف القيام بين يدي الله امتلأ قلبه بالخوف بين يدي الله بالخوف من مقامه بين يدي الله عز وجل حتى وإن عصى حتى وإن أذنب دائما تجده خائفا يشفق من وقت قيامه ووقوفه بين يدي ربه عز وجل ولذلك ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ولمن خاف مقام ربه جنتان فقال أبو ذر أو أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وإن زنى وإن سرق فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولمن خاف مقام ربه جنتان فقال أبو الدرداء وإن زنى وإن سرق فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولمن خاف مقام ربه جنتان فقال أبو الدرداء وإن زنى وإن سرق يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن رغم أنف أبي الدرداء يعني هذا المؤمن ما دام يقلقه خوفه من مقامه بين يدي الله فهو على خير ولا أحد منا يأمن أن يقع في معصية أو يذنب لكن العبرة ماذا بعد الذنب هل أنت خائف أقول لأ آمن فإن كنت آمنا فأبشر بالخوف وإن كنت خائفا فأبشر بالأمن لأن من خاف في الدنيا أمنه الله يوم القيامة ومن أمن في الدنيا خوفه الله يوم القيامة قال الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان ليست جنة واحدة جنتان قال النبي صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وهاتان الجنتان يا إخواني جنتان من ذهب هما التي ذكرهم الله عز وجل في أول هذا الجزاء والوعد الحسن وجنتان من فضة هما التي ذكرهم الله عز وجل في قوله ومن دونهما جنتان قال الله عز وجل ذوات أفنان أي ذوات صاحبة أغصان كثيرة وقيل ذوات أفنان أي ألوان كثيرة من الفاكهة قد جمع بعض المفسرين فقال لا مانع من الجمع بين الأمرين فيقال ذوات أغصان كثيرة متشابكة فيها ألوان من الطعوم والفاكهة ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فيهما عينان تجريان عينان عظيمتان تجريان جريانا من غير أن يكون لهما أخدود وهذا من عجائب أنهار الجنة أنه ليس فيها أخاديد بل الماء يجري هكذا فوق ظهرها سبحان من يوقفه ويميزه ويجعله يمشي في غير أخدود قال الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان كل فاكهة وضعها الله فيها زوجان نوعان مختلفان من الطعوم والألوان والمذاقات واللذة والبهجة فبأي آلاء ربكما تكذبان ثم ذكر الله عز وجل بعدما ذكر المنظر في قوله ذوات أفنان والمطعم فيها من كل فاكهة زوجان والمشرب فيهما عينان تجريان ذكر المجلس والزوجة فقال متكئين على فرش بطائنها من استبرق أي يضطجعون ويرتفقون ويجلسون على فرش بطائنها من استبرق بطانتها مما غرض من الديباج والعادة أن البطانة لا يهتم الناس بها كاهتمامهم بيش بالظهارة فإذا كانت البطانة من هذا النوع العالي الفاخر فما ظنكم بالظهارة هذا شيء لا يوصف فاستدل على علو المجلس والبساط الذي يجلسون عليها والمكان الذي يبتكئون عليه بالأذنى ليعرف الأعلى قال بطائنها من استبرق والاستبرق ما غلوظ من الديباج وجان الجنتين دان أي ثمرهما وجناهما دان أي قريب تصور جالس على أريكا والعنب يتدلى عليك والرمان والتفاح والموز والتين والنخل يتدلى بين يديك هكذا ترغب في التمرة فما هو إلا أن تتدلى لك التمرة وتقبس هذه التمرة تأخذها فتأكلها وتعرفون نحن من لذائذ هذه الدنيا أن الإنسان يقطف من الشجرة مباشرة ثم يفتح ويأكل أفضل من الذي يأتيك في كرتون ومعلب ويساق من أقصى الأرض يمينا أو شمالا قال الله عز وجل وجان الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان لا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب قال الله عز وجل فيهن قاصرات الطرف لما ذكر الفرش والمتكعات لابد أن يذكر الزوجات لتتم نعمة اللقاء ولذة الأنس والقرب قال فيهن قاصرات الطرف الله المرأة في الجنة قاصرة طرف على زوجها لا تتعدى بعينيها إلى غير زوجها ليس كما يحدث في الدنيا قد تكون بعض الزوجات تطمح عينها لتنظر إلى غير زوجها أو لتتطلع إلى من هو أجمل أو أفضل أو أحلى من زوجها أما في الجنة فالزوج آمن هذه المرأة لا ترى شيئا في العالم إلا زوجها فهي بهيجة به مسرورة بالنظر إليه قال الله عز وجل فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن أي لم يفتضهن ولم يجامعهن قبلهم إنس قبلهم ولا جن لم يأتهم أحد لا من الإنس ولا من الجن وهذه الآية تدل صراحة على أن الجن يدخلون الجنة خلافا لمن قال من السلف إن الجن لا يدخلون الجنة الصحيح أن الجن كما أنهم مكلفون في الدنيا فهم مجازون في الآخرة إما بنار أو جنة قال الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان يعني يصف هؤلاء النساء وهؤلاء الزوجات في الجنة بأنهن مثل الياقوت والمرجان الياقوت في صفائه والمرجان في بياضه قلنا قبل قليل أو في الدرس الماضي إن المرجان هو صغار اللؤلو وقيل كباره واللؤلو يتميز ببياضه العجيب فالمرأة في الجنة يذكرها الله عز وجل بأن فيها صفاء يرى مخ ساقها من وراء ثوبها ولو اطلعت على الدنيا لأضاءت ما بين المشرك والمغرب ولتغيرت الرائحة في العالم كله لا إله إلا الله ماذا من واحدة من نساء الجنة نسأل الله الكريم من فضله لنا ولمن يستمع إلينا ولمن حضر ولكل مسلم ومسلمة ولأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا والله سبحانه وتعالى هو الكريم المنان قال الله عز وجل كأنهن من خاف مقام ربه هذا الخوف الذي يجتاح القلب ويعمره ويسكنه حتى يكون الإنسان في كل أوقاته خائفا من الله يتقي الله في كل شيء وأيضا اختتمت بذكر الإحسان الإحسان هو مرتبة عالية قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هذا الإحسان منا هو جزاء لذلك الإحسان الذي صدر منكم أيها العباد عندما صليتم فأحسنتم وزكيتم فأحسنتم طلبتم العلم فأحسنتم وعلمتم فأحسنتم وبررتم بآبائكم وأمهاتكم فأحسنتم ووصلتم أرحامكم فأحسنتم وجاهدتم أعداءكم فأحسنتم وفي كل شيء تحسنون فالإحسان منزل عالية يستحق العبد عليها هذا الجزاء الكريم من الرب الرحيم سبحانه وتعالى فأسأل الله أن يجعلني وإياكم ومن يستمع إلينا في هذه الساعة ووالدين والمسلمين من أهل الإحسان الذين يستحقون هذا الجزاء العظيم إلى الكريم المنن قال الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان لا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب قال الله سبحانه وتعالى ومن دونهما جنة اختلف من دونهما أي من سواهما أو من دونهما ما هو أقل منهما في الفضل وهذا هو صحيح لأنك إذا تعملت في الجزاعين وجدت أن الجزاء الأول أعلى من الجزاء الثاني فهو في الأول قال فيهما ذوات أفنان أي أغصان كثيرة متشابكة عليها ألوان الطعوم والثمار قال فيهما من كل فاكهة زوجان قال فيهما عينان تجريان لحظتم وقال فيهن قاصرات الطرف هن قصرن أطرافهن اختيارا على أزواجهم ومتكئين على فرش بطائنها من استبرق وختم ذلك بقوله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان لما يدون على رفعة الجنتين الأوليين أما الأخريين ماذا قال قال فيهما فاكهة ونخل ورمان فعدد وقال فيهما عينان نضاختان أي تنبعان بالماء فرق بين تجريان وتنبعان وقال مدهامتان أي خضروان من شدة الري لكن ما قال ذوات أفنان أي أغصان طويلة إن في الجنة لشجرة يسير الراكب يسير الجواد المضمر في ظلها مئة عام لا يقطعها لا إله إلا الله في أحد يستطيع تصور هذا المشهد شجرة مئة عام يسير فيها جواد في غاية السرعة لا يقطعها الله أكبر نسأل الله الكريم من فضله قال ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان أي خضروان شديدة الخضرة قد امتلأتا بالماء فهما مخضرتان فبأي آلاء ربكما تكذبان لا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فيهما عينان الضاختان أي تنبعان بالماء قال العلماء العينان عين التسنيم وعين السلسبيل قال الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان لا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فيهما فاكهة ثم خصة من الفاكهة نوعين فقال ونخل ورمان لعظمهما وأهميتهما وكبير فائدتهما وهذه من طريقة القرآن في التنبيه على مزايا بعض الأشياء على بعض فالفاكهة كلها لذيذة وطيبة لكن منها ما هو فاضل ومنها ما هو مفضول منها ما هو جيد في غاية الجودة ومنها ما هو دون ذلك في المرتبة فخص من بين الفاكهة النخل والرمان ثم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان قيل خيرات يعني نعم كثيرة وافرة ولكن الظاهر أن الخيرات والخيرات المقصود بهن الزوجات والحور التي يزوج بهن المؤمن في الجنة فيهن خيرات حسان أي جميلات في غاية الجمال والربعة بل إن الله سبحانه وتعالى يلون هؤلاء النساء ففي كل يوم يتغير شكلها ولونها حتى لا يمل منها المؤمن فليست الجنة دارا للملل ما فيها شيء يسئم كل ما فيها متجدد المؤمنون يذهبون فينظرون إلى وجه الله الكريم في كل جمعة ومنهم من ينظر إلى الله عز وجل كل يوم وهذا باختلاف مراتبهم ومنازلهم فإذا رجعوا إليهم فيقول لهم أهلهم لقد عدتم إلينا بوجه غير الذي ذهبتم به من عندنا لقد ازددتم من بعدنا حسنا وجمالا فيقول لهم أيضا لأهليهم وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فما في الجنة إلا زيادة في الحسن والجمال وليس فيها شيء من السآمة والملل نسأل الله الكريم من فضله قال فيهن خيرات حسان فبأي علاي ربكما تكذبان حور حور مقصورات في الخيام أي قد حبسن في الخيام أي جالسات فيهن طمأنينة ورضا لا تتطلع إلى أن تخرج وهذا ترغيب للمؤمنة في أن أعلى منازلها أن تبقى في منزلها وأن تقتصر على بيتها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حج بزوجاته بعد ما رجع من الحج قال لسودة هذه ثم نزمنا ظهور الحصر يعني ابقين في بيوتكم يكفي حتى في الحج يكفي ترى جلوسكم في البيوت خير لكم من أي شيء آخر وقيل بفاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أم الحسنين ما خير للمرأة يا منت رسول الله قالت خير للمرأة ألا ترى الرجال ولا يأخم آخر شيء للمرأة ما هو أن تجعل عباءة على جسدها أو على جسمها ولكن أن تجعل بينها وبين الرجال جدارا لا تخترقه الأنظار هذا خير شيء للمرأة ولكن لما كان هذا العمر شاقا لم يجبه الله عليهم فخيرهم لكن من هي التي تقوم بذلك قد بلغني أن امرأة بالمدينة امرأة لأحد الدعات أم لأحد الدعات تقول ما دخلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ ستين عاما فيقول لها النساء كيف ما تروحين تصليين في المسجد النبو ويتأنسين بالصلاة فيه تقول لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهم وهذه قالها لمن للصحابيات اللواتي كنا يصلين معه فبيتي خير لي من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعجبت من هذا لأن هذا والله نادر في النساء قال الله عز وجل حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمث هن إنس قبلهم ولا جن أي لم يجامعهن ولم يفتضدهن إنس قبلهم ولا جن ومن متع الجنة يا إخواني أن الرجل كلما أعطى أهله وجد المرأة بكرا عذراء ويعطى المؤمن في الجنة قوة مئة في الطعام والشراب والجماع قال الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان متكئين على رفرف خضر الرفرف هي نوع من الفرش هي نوع من الفرش جعلها الله عز وجل للمؤمنين في الجنة قيل يسمونها المحابس بلغة العرب وهي كأنها أطراف الفرش متكئين على رفرف وقيل هي نوع من البسط الناعمة رفرف خضر ذكر الله عز وجل لونها وعبقري وبسط مبثوثة في الجنة حسان العبقري يقولون هو الشيء العالي في جنسه يسمى عبقريا حتى من البشر يقال فلان عبقري يعني أنه عالي الذكاء وكذلك من البسط والفرش العبقري منها هو البساط المتناهي في النفاسة والجمال والجودة والنعومة قال وعبقري حسان في غاية الحسن عندما تنظر للبساط لا تدري هل هو روضة غناء فيها أزهار وأشجار وورود وأشياء تملأ العين أو هو بساط من حسنه وجماله قال الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان ثم قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام لاحظوا يا إخواني لما ذكر قوله في متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان لما ذكر الاتكاء في المشهدين يذكر على أي شيء يتكئون وهو أنهم يتكئون على فرش عالية ونفيسة ورفيعة وجميلة ليس كما يحصل في الدنيا حين أن تجد مكانا تتكئ عليه لكن يكون جامدا أو يابسا أو لا يكون نظيفا أو لا يكون طيبا أو يكون طيبا وناعما لكن لا يكون جميلا أما في الجنة فيأتي الأمر مستوفا من جميع جوانبه لا يترك شيء من النعمة ولا من اللذة ولا من السرور والحبور إلا أدركه المؤمنون في الجنة وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه قال متكئين على رفرف خضر سدل بعض المعاصرين بهذه الآية على أن اللون الأخضر هو سيد الألوان وقال إن الله عز وجل ذكر اللون الأخضر لباسا ولونا مختارا لأهل الجنة ولا شك أن استنباط مثل هذه المعاني من الآيات له يعني قيمة قال وعبقري الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبا لا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك بمعنى كثر خيره وبره وإحسانه وعمى نفعه وعظمت جلالته وقدره فتبارك من تفاعل الذي يكثر منه شيئا بعد شيئ وقد جاءت هذه الآية أو جاء هذا المعنى لربنا سبحانه وتعالى في عدد من المواطن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا أي كثر خيره وهذا يدل على أن تبارك تأتي مع الشيء الكثير الخير يعني كيف يكون تبارك ولا يذكر في الآية شيء كثير خيره فلما يقول نزل الفرقان على عبده يدل ذلك على كثرة الخير الموجود في القرآن شيء لا يقادر قدره ولا يوصل إلى منتهاه ولو أن ما في الأرض من شجرة ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت أي لكان هذا القرآن من كثرة خيره وبركته ومن عظم قدره ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى فهو كلامه وقال وقال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وقال هنا تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وقال تبارك الله أحسن الخالقين فالتبارك هو الدلال على كاثرة الخير وامتداده واتساعه وعظمه وجلالته قال تبارك اسم ربك هل قوله اسم ربك اسم هذه صلة زائدة والمقصود تبارك ربك أو أنها أصلية قولان لأهل العلم الصحيح منهما أن قوله تبارك هي للإسم وإذا كان الإسم تبارك فلا شك في أن الذات تبارك كما قال ويبقى تبارك الله أحسن الخالقين تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي نزل الفرقان على عبده فهذه كلها لله هنا بركة أخرى نابعة من اسم الله عز وجل فاسم الله أيضا تعاظما خيره وتكاثر بره وإحسانه ولذلك إذا ذكر اسم الله على شيء انتفع ذلك الشيء بذكر اسم الله انظر للذبيحة تذبحها فتقول بسم الله فتحل فإذا لم تذكر اسم الله عليها لم تحل كما هو قول جماعة من أهل العلم ولو تقصد وهو ذكر أن لا يذكر اسم الله عليها فإن الصحيح أنها لا تحل إذا قصد أن لا يذكر اسم الله عز وجل عليه تعمد ذلك وانظر للإنسان إذا قال بسم الله فذكر اسم الله سبحانه وتعالى لم يستطع الجن ولا المخلوقات غير المرئية أن تشاهد عورتك ستر ما بين عوراتنا وأعين الجن أن نقول بسم الله هذه انبركة اسم الله اسم الله إذا ذكرته في شيء عما نفعه وكثر خيره ولذلك يقول الإنسان في بداية دراءته بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت في أول آية أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك أي مبتدئا ومستعينا باسم ربك قال شيخ الإسلام من تيمية وإنما ذكر الإسم ليبين أنه لا ينبغي الإنسان أن يذكر الله بقلبه مجردا عندما يريد التلاوة أو عندما يريد البداعة بشيء وإنما يذكر الله مبتدئا باسمه وإذلك جاء التسبيح مقرونا بالإسم فقال سبح سبح اسم ربك الأعلى وما قال سبح ربك الأعلى لماذا لأنك كيف تسبح لا تسبح الله إلا عن طريق الإسم فلا يقصد أن تسبح الله تسبيحا مجردا بقلبك تنزهه بقلبك بل سبح ربك ذاكرا اسمه وإذاك تقول في ركوعك وفي سجودك سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام أي صاحب الجلال والمهابة والمكانة العظيمة الكبير جل جلاله العظيم سبحانه والإكرام الذي يكرم عباده المؤمنين والإكرام الذي ينبغي أن يكرم ويجل ويعلى فلا يهان جل جلاله لا يهان هو ولا اسمه ولا يهان شيء من شرعه ولا يخفض شيء متصل به سبحانه وتعالى حتى إن العلماء كره أن يقال مسيجد ومصيح لماذا قالوا كل شيء متصل بالله لا يجوز تصغيره ولا التقليل منه ولا عدم إكرامه بل يجو إكرامه بهذه المناسبة يا إخواني نحن ننبه إلى قضية إكرام كلام الله عز وجل بمد الأرجل كان شيخ ابن عثمين رحمه الله يشدد في هذا كثيرا ويرى أنه لا يجوز مد الرجل إلى المصحف إذا كان المصحف أمام الرجل وذكر شيخ يعني مسأل لطيف وقال لو كان أبوك في ذلك المكان أكنت تمد الرجل فالناس يقولون لا قال والله للمصحف خير من أبيك وخير من الدنيا وما عليها فلا ينبغي مد الرجل إليه لكن لو كانت المصاحف بعيدة أو كانت مرتفعة وعالية عن الأرجل فلا بأس نرجو أن لا يكون في ذلك شيء من الحرج وبهذا تكون هذه السورة قد انتهت وهي سورة الرحمة فمن أراد أن يتذكر رحمة الله عز وجل ومن أراد أن يشكر نعمة الله عز وجل فليقرأ هذه السورة ليجد فيها ذكر الدنيا وذكر الآخرة النعم التي أنعم الله بها علينا في الدنيا والنعم التي أنعم الله بها علينا في الآخرة كلها مذكورة في هذه السورة التي افتتحت بقوله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان أسأل الله أن ينفعني وإياكم بالقرآن وأن يجعلنا من أهله الذين هم أهل الله وخاصته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخف هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر